اكد خبير عسكري مغربي تسلم المغرب مؤخرا انظمة دفاعية مضادة للطائرات الحربية بدون الطيارة الدرونة والتي تنتمي الى نظام سكايلوك دوم الدفاعية الاسرائيلية الذي تم ترويجه مؤخرا في المعرض الدولي للدفاع في دبي الاماراتية وفق تصريح لموقع ديفنس نيوز وحسب داتي الخبير فان بعد انظمة الدفاع التي تنتمي للنظام الدفاعي الاسرائيلي المذكور قد تم بالفعل تسليمها للقوات المغربية في الفترة الماضية الا انه لا يعرف وفق تصريحه عدد الانظمة التي اقتنها المغرب ولا قيمة المالية وكان موقع غلوبث الاسرائيلي قد اشار في تقرير نشره في 18 نونبر الجيرية خلال معرض دبي لانظمة الدفاع ان 27 دولة في العالم اقتنت هذا النظام الدفاعي الاسرائيلي من بينها المغرب مضيفة بان الامارات بدورها وقعت صفقة للحصول عليها ووفق الخبير العسكري المغربي فان انظمة الدفاع سكايلوكتومة تعمل على تعطيل الاتصال بين الطائرة بدون طيار ومصارها مما يؤدي بها الى الخروج عن الخدمة مضيفا بان النظام مزود باجهزة مراقبة بصرية وحرارية ورادار يراقب ويتتبع اي انشطة مشبوهة وقال الموقع ان هذا النظام الدفاعي الاسرائيلي هو تابع لنظام سكايلوك سيستمز التي تصنع شركة افنونا الاسرائيلية وهو نظام ينضاف الى عدد من انظمة الدفاع التي اقتناها المغرب في السنوات الاخيرة من اجل تعزيز قدراته الدفاعية وحماية حدوده امام الاخطار المحتملة وسبق ان حصل المغرب على عدد من الاسلحة المصنعة في اسرائيل من بينها طائرات بنون الطيار حيث حصل على ثلاثة منها قبل استئناف العلاقات التنائية في دجنبر الماضي في حين ان هذا النظام يأتي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية ويتوقع ان تعرف الوردات المغربية من الاسلحة الاسرائيلية ارتفاعا في السنوات المقبلة بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين الدفاعي والعسكرية يوم الاربعاء على اثر الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الاسرائيلية بني جانس الى المملكة المغربية والتي دامت يومين وقطع المغرب منذ سنة 2015 اشواطا مهمة في تحديث ترسانة العسكرية حيث عقد العشرات من صفقات التسلحة خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية واهتم بتطوير مختلف المجالات العسكرية سواء القوات البرية او البحرية او الجوية وفي خبر اخر اتهم الرئيس الجزائري المغرب بالثعي لتحطيم منتخب بلاده حيث اضاف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتهاما جديدا للمغرب اثناء مروره الدوري في الاعلام الجزائري يوم الجمعة وقالت تبون ان هناك كذلك من يسعى لتحطيم المنتخب الجزائري لكرة القدم بعد كل الذي حقق بدورنا نحن نضع كل الدعم رغم كل هذه المكائد التي تقف وراءها اطراف داخلية وخارجية في اشارة الى المغرب واضاف ان هناك جهات تحاول مثى معنويات المدرب جمال بالماضي عن طريق تثخير كل مواقع من الالكترونية لذلك ويحاولون خلق مشاكل الجزائر باي شكل يذكر ان وسائل اعلام جزائرية تكرر منذ السابع اتهاماتها للمغرب والجامعات الملكية المغربية بمحاولة عرقلة مثيرة المنتخب الجزائرية للتأهل لمونديا القطر سنة 2022 بعد الزيارة الرسمية التي قام بها بني جانس وزير الدفاع بدولة اسرائيل من الثالث والعشرين الى الخامس والعشرين من نوانبر الى المغرب وتوقع اتفاقيات مهمة بين البلدين كشفت مصادر متطابقة انه سيتم انشاء وحدتين لانتاج الطائرات بدون طيار بتقنية اسرائيلية في المغرب ومن المرجح ان تكون الوحدة الاولى في الشمال والثانية في الجنوب واستنادا لما اورده موقعي بلادي انه في الاشهر المقبلة ستتكلف لجنة مغربية اسرائيلية للوقوف على تنزيل هذا المدوع مع مراعاة المناطق التي تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا المشروع من موانئ ومطارات مع مراعاة كذلك للجانب الامنية ووقع المغرب واسرائيل يوم الاربعاء اتفاقا لتعاون الامنية غير مسبوق في المنطقة خلال زيارة غير مسبوقة لوزير الدفاع الاسرائيلي بني غانث الى المملكة حيث يرثم الاتفاق الذي وقع غانث والوزير المنتدف المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف الودي التعاون الامني بين البلدين بمختلف اشكاله في مواجهة تهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة بحسب الجانب الاسرائيلية وحسب تقارير اسرائيلية فان المملكة باشرت مباحثات جد متقدمة مع الشركات الاسرائيلية بخصوص عدة نقاط منها شراء مثيرات متعددة الانواع واستنادا لما اورده منتدى فارماروك في وقت سابق فان العملية ستشمل نقل تكنولوجيا لتطوير وتصنيع انواع محددة من المثيرات محليا الى جانب شراء نظام الدفاع الجوية الاسرائيلية باراك 8 ودراسة امكانية تطوير مقاتلات الاف 5 واضاف المنتدى ان التطوير السابق الذي عرفته هذه المقاتلة تم بتعاون مع اسرائيل بداية سنة 1998 مع نقل التكنولوجيا للقيام به محليا وهو نفس المثار الذي ستسلك العملية الجديدة واشار الى انه من جانب اخر يعمل الجانبين المغربي والاسرائيلية على دراسة ثبل الاستفادة من التكنولوجيا الاسرائيلية في مجالات الحرب الالكترونية والاستطلاع والاستخبار خاصة الجوي والبحرية والمعلوماتية والى الجزائر وبعد الزيارة التي قام بها بني جانث وزير الدفاع بدولة اسرائيل وتوقع اتفاقيات مهمة بين البلدين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انه يأثف الاتفاق المغرب مع اسرائيل معتبرا ان تهديد الجزائر من المغرب خذي وعار ولم يحدث منذ الف وتثمائة وتمانية واربعين حسب زعمه وجاء تصريح تبون في حديثه مع ممثل وسائل الاعلام المحلية مثاء اليوم الشمعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة